الفنان حسن كامي وإحنا بنتواصل معاه في الفترة الأخيرة قبل الحلقة اكتشفنا مجموعة اكتشافات بالنسبة لنا كانت مفاجأة جدا هو ليه حضرتك عندك مكتبة مش مكتبة في البيت مكتبة مكتبة موجودة في وسط البلد وفيها كتب ندرة يعني أنا مش فاهم موضوع المكتبة ده حدك بتغني أوبرا بتمثل إيه موضوع المكتبة ده يا أساس؟ أولا أنا ونجوة كنا بنحب قوي الإراعية وأنا كنت زبون في المكتبة دي قبل ما أقتنيها يمكن 17 سنة وكنت بقى أحلم أننا أقتني هذه المكتبة بس طبعا قسر ذات اليد زي ما بيقولوا ولكن لما في يوم الأيام ربنا فتحها علي ورجعت من بلاد برة وكانت معايا خميرة أقدر أدفع زي ما تقولي حضرتك خميرة كلمة دي مش دايق على حسن كامي خالص لما برضا أنا ابن بلد قوي حضرتك وأعجبك ابن بلد لدرجة أن أنا بحب قوي الكوارع والمبار والرأس وكل ده فمش هتصدقيني ولكن أنا عايز أقول لحضرتك برضو على حكاية المكتبة رجعت وقلت لقيت الراجل صاحب المكتبة اللي أنا كنت زبونه لقيته عيان جدا وقال لي من فضلك اشتري المكتبة دي مع أنه كان دايماً يقول له ده يا أخي من كتر الفلوس اللي دفعتها عندك كان زماني دفعت تمن المكتبة يقول لي لما تشوف حلمة ودنك هو دي كلمة برضو مش هتصدقين أنا قلتها ولكن المهم أن أنا قلت له خير قال لي فيه واحد راجل عايز يشتريها ويرمي الكتب بره وأنا عارف أن الكتب دي قيمتها إيه بالنسبة لك فمعاك كان ونقصت على سنتين الباقي قلت له معايا كذا قال لي خلاص ورحت والله يا فندم أخدت حتة وراء الألم وكتبت عقد على إيدي كده أنت عارف أنا خريك حقوق فعارف يعني العقد بتكتب إزاي والحاجات دي ورحت لنجوة وقلت لها اشتريت المكتبة قالت لي يا قلت لها أنت اللي هتمسكيها قالت لي يا سلام ده أنا بشتغل فيس بريزن بتاع شركة امبورت اكسبورت كذا كذا مش عارف إيه بتاع هروح بيقى روبابيكيا بتاعتك قلت لها طب تعالي بس المكتبة دي اللي يعيش فيها يعيش عيشة برنسات ليه أنت بتحب الإراءة وأنا بحب الإراءة وحتى الزباين اللي هتيجي عندنا في المكتبة دي هتبع على مستوى رقي جدا الناس من السلك الديبلوماسي سدت جامعة الناس بحب القراءة سياح على مستوى وأنت هتحب بيها وخدتها وروح تعرفتها بالراجل المسكين اللي كان تعبان قوي وحبت المكتبة خالص قالت لي خلاص وعايز أقول لحضرتك أنها هي روحة في المكتبة عشان كده أنا بروح المكتبة كتير قوي يعني هي أصلا الكتب ندرة والكتب غالية أنت اشتريت المكان المكان بالمكتبة بكل حاجة بكل حاجة اشتريتوا بكم كده بخمسة جني